ترجمة نانسي قنقر مدفوعات مالية لإسكاة النساء التي زعمنا أن لديهن علاقات خارج نطاق الزواج مع ترمب نفى الرئيس الأمريكي السابق هذه الاتهامات وعاد إلى فلوريدا يظهر الكشف عن لأحة الاتهام هذا اليوم أن سيادة القانون ماتت في هذا البلد لأنه في حين أن الجميع سواء فوق القانون ولا أحد تحته أيضا وفي فلوريدا أقام ترمب تجمعا مع أنصره في منتجع ماري لاغو الخاص به وأدل بتصريحات انتقد فيها الإجراءات القضائية بحقه قائلا إن تهم الموجهة إليه مفبركة وهي جزء من مؤامرة للحزب الديمقراطي للتدخل في الانتخابات الرئاسية للعام المقبل والتي يترشح لخوضها وصفا المحكمة بالتحيز واستعرض نيته محاربة الاتهامات سياسيا أثناء ترشحه مرة أخرى للبيت الأبيض في عام 2024 الآن كثفوا جهودهم حقا من خلال توجيه الاتهام إلى الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الذي تلقى 75 مليون صوت وهو أكثر من أي رئيس حالي في تاريخ بلادنا ومع أن الإدانة الجنائية لترامب لم تمنعه من حق الترشح في انتخابات الرئاسة والسعي للعودة إلى البيت الأبيض غير أن الاتهام والإجراءات القانونية المرتبطة به يمكن أن تؤثر على ترشحه بطريقتين سلبية وإيجابية فقد قال مستشاروه في تقرير سابق بواشنطن بوست إن الجدل القانوني منطقة مفضلة لترامب حيث يعيده إلى قلب الانتباه باعتباره الشخصية المهيمنة في الحزب الجمهوري ألا أنهم يعترفون أيضا بالعثرات التي يسببها الاتهام وقالوا إن الحملة الانتخابية لم تحدد خوض سباق رئاسي ومواجهة محاكمة جنائية في نفس الوقت أول ظهور لترامب أمام أنصاره بعد أن أصبح مبصوما بالجناية القضائية دافع فيها عن نفسه وأكد أن ملاحقته مسيسة وهدفها الانتخابات الرئاسية فهل ستحرمه الملاحقة القانونية من خوض السباق الرئاسي؟ لقناة الإخبارية راندا شهاب واشنطن